15 ماب زومبي قادم الى بلاكوب سفورت حتى سريب طلع من شخص كل شي سربل نيابي بلاكوب سفورت و لا صحيح فتابع الفيديو لتشوف التفاصيل موسيقى صار لكم حابة شباب معكم شاركيان و شاركيان كيف جارككم فيديو جديد صار شباب قبل انبدأ الفيديو بس حاب انوى بشكل جدا سريع ان هذا الفيديو برعاية VPN بخدمات رهيبة و مجاني بشكل كامل للايفون اندرويد بي سي ما كل شي متوفر على كل اماكن و مجاني ما في اي شي تدفعه جوه البرنامج ممكن حد يحكي ليش قاعد تنشر VPN VPN يستعملو باشياء زاد 18 لا سويت فيديو من فترة عن خمس فوائد للVPN و وضحت بذاك الفيديو انو الVPN له استعمالات الف مرة اكتر من الاستعمالات يلي نحطينها براسنا نحن طبعا الVPN عندنا هون حاليا في الامارات اللي لعبين بي سي ما قدروا يلعبوا بدونه عندنا التيم سبيك الديسكورد كل الاشياء البرامج اللي تخلي اللي يتكلموا بعض محظورة فكلهم يستعملوا الVPN اللي يستعملوها و على الموبايل واتساب كول كل شي برامج اتصال كلها محظورة و قريبا اللي يلعبوا باب جي متأكد مية بالمية عطوها الشهر اقل من الشهر رح تلاقوا الكلام الصوتي بباب جي راح ينحضر كمان فالVPN يوم بعد يوم عب يثبت انه شي جدا جدا مهم ولازم لكل يستعمل VPN متنم شفين اسمه ميك شوي نوعا ما غريب VPN كامل مجاني بشكل كامل فيه خدمات جدا رهيبة فينك مثلا توصلوا على عشر اجهزة بنفس الشبكة مع بعض عادة لما تشبك جهاز VPN النت كله يبطأ و يصير جهاز او اي جهاز تاني بالبيت يصير ما عنده اي نت ابدا لا هاد الVPN يستحمل لعشر اجهزة بدون ما يبطأ نت عند اي حدا عندهم فوق 2500 سيرفر بفوق 48 لوكيشن عندك بناك تختار فوق 48 دولة كل دولة فيها فوق 100-200 سيرفر واخر شي عندهم البانك لفل انكريبشن انه بيحموا معلوماتك بشكل جدا جدا رهيب بمثل مكاتبين نظام حماية البنوك موضوع الحماية نحنا ما بناخده بشكل جدي بس من كم يوم كنت قاعد اشوف مسلسل اسمه بلاك ميرور هالا مسلسل عبارة عن حلقات ما لهم اي علاقة ببعض في حلقة اسمه شات اب ان دانس انصحكم اللي عنده نتفلكس يفوتوا يشوفها ما في داعي تبدأ المسلسل من بداية بس شوف الحلقة القصص مالها مرتبطة ببعض شوف الحلقة وبس شوفها رح تشوف قديش جدا مهم يكون عندك حماية حلقة تخوف صراحة فايي الله طيوم العافية على رعاية الفيديو ويلا خلا نبدأ موضوع الفيديو اليوم طيب شباب 15 ما بزومبي هالتصريب طلع من زومبي اللورد هذا الشخص موجود على تويتر هاد حسابه متون شايفينه كل شي سرب لنا يا طلع صحيح عن ديد اوف دي نايت عن تفاصيل ديد اوف دي نايت عن قبل نزول بلاكوبس 4 كان قاعد يتكلم لنا عن انه طريقة فتحة تطوير بكل ماب من المابات قبل نزول بلاكوبس 4 اصلا قبل تنزل اللعبة كان قاعد يشرح لنا كيف نطور ماب من المابات وكله طلع صحيح وكان كمان كان يحكي لنا انه التطوير بماب كلاسيفايد راح نروح على اريا 51 من المون وطلع صحيح ويه فهذا الشخص تقريبا ما في ولا ما في اي نسبة نكذبه كل شي قاعد يتكلمه صحيح وحطلنا تويتر على تويتر كاتب فيه 15 زومبيز ماب جاين على بلاكوبس 4 فخلنا نتوقع مع بعض شو ممكن منكون هال 15 ماب طبعا شفت كتير نات قادين يحكوا انه الحزم الجاي الماب الجاي نيوك تاون زومبي بعدين الماب الثالث ماب لقصة الفوضى بعدين الماب الرابع ماب لقصة الايثر اللي هو النهاي بعدين للبعدين راح ينزلوا الحزمة الخامسة نفس تبعت بلاكوبس 3 نفس المابات بلاكوبس 3 الحزمة الخامسة راح يرجعوها بعدين حزمة بعدها راح يرجعوا المابات اللي ما رجعوها ليه كولوف دو ديت ترانزيت واشوف هالشي مستحيل يسوي ومستحيل ينزلو لك الحزمة الخامسة نفس هاي اللي بلاكوبس 3 يرجع ويجيبو لك ياها على بلاكوبس فورد لا أبيها لأبي ألعاب أورجنس ناخد داران توتن كينو لا أظن هذا الكلام صحيح لقد أظن ربط الأفكار وشفت هذا أفضل سيناريو ممكن يصير فاللي أشوفه حاليا المابات القادمة كلها للبلاكوبس فاس حاليا رح تكون لقصة الفوضى للكيوس توري لأنه من فترة طلع كانت شرح للبلاكوبس فاس كاتبين فلو سكارلت على طريقها بالعربي أنه إلحى شخصية سكارلت بأربع مابات زومبي لتشوف رحلتها بإيجاد أبوها فهذا اللي شفناه تماما كان مكتوب بشرح البلاكوبس فاس وفعليا أول ماب شفنا كيف البداية كيف نخطف أبوها ما بخلينا نعرف والدخان والكلام كله من نوعين عرفناه أنه شرح لقصة الفوضى بس على السريع أول شي بفترة جدا قريبة التأت مع الشخصيات ومشان ياخدوا هالقطعة بعدين من بعد شخصيات اكتشفوا كيف يرجعوا للماضي عن طريق الدخان وكان في شخصية قاعدة تحكي معهم اسمه الأوريكل هالكلام كله من بعد ما شفنا عيشة عنه كيف اكتشفوا الكلام بـ اي اكس رح يكون الماب الجاي بين و اي اكس يبدهم يخلوا اي اكس اخر شي انه شفناهم بـ اي اكس كلهم ماتوا او اطعت تروسهم لما كانوا بالماضي فأظن انه المابات الجاي كلها لقصة الفوضى وبعدين المابات كلها اللي رح تكون قبل اي اكس الا الماب الاخير الماب الرابع الماب الاخير رح يكون هو اللي بعد اي اكس فأظن هاد النظام اللي رح يمشوا عليه فايه هاي اربع مابات اوكي خلصنا اربع مابات كم باي عنا من 15 ماب باي عنا اهدعشر ماب زومبي اوكي باي المابات وين شو ممكن تكون الهدعشر ماب القادمين اول شي قصة الفوضى رح ينهوها بـ بلاك اوبس 4 مع اخر حزمة وبعدين بلاك اوبس 5 او اللعبة القادمة للشركة رح تكون كلها عن قصة الفوضى الاحين رح تعرفوا ليش طيب خلصنا مع رابع ماب لقصة الفوضى عنا اهدعشر ماب الهدعشر ماب اظن هيتكون سيزن باس 2 او الحزمة الخامسة خلنا نقول رح تكون بمعنزول كوليف جيت القادمة سواء مودر وورفر 4 او انفينت وورفر معروف كل اجزاء انفينت وورد سواء من مودر وورفر لغوست لانفينت وورفر الطور الفرعي تبعهم دائما فاشل معني انا احب الاكستنشن تبع كوليف زي غوست من احلى الالعاب عندي الاكستنشن مو احلى من الزومبي بس جدا احبه بس هذا انا اللي احبه عادة جدا كبير من الناس ما كان يحب الاكستنشن ونفس الشي انفينت وورفر زومبي كمتال تحب انفينت وورفر زومبي ومستمتع فيه بس بشكل عام فشل فالشركة هات تمشي على المبدأ اوكي رح ينزلوا لعبة مودر وورفر فور اظن ما رح ينزلوا لها طور فرعي رح يكون فيها طور الباتل رويال طور القصة ملتي بلاير وطور الباتل رويال وكطور زومبي او طور شي غريبي يعني فضائيين زومبي هيك رح تكون من بلاك اوبس فور رح تكمل بلاك اوبس فور معنا على وقت لعبة انفينتي وور جديدة والحزمة الخامسة لم تكون المركز رح تكون الحزمة الخامسة مراح تكون م اباتري م استضار ماباتري مسترد فقالوا اوكي لو من نزل حزمة خامسة لبلاك اوبس فور وما رح تكون مابات ريماستر لأ رح تكون تكملة لقصة الايثر رح يطلعوا منها ملايين فانه حزمة خامسة على نزول مودر وولفر فور رح نكمل فيها قصة الايثر رح نشوف نحنا ببلوت اوفو ذا ديد اخدنا حجر النار لو شوفوا ببلوت اوفو ذا ديد لما اجا ركتوب في المعركة العظمى اجا وكان معوى حجر النار من احد استافات الاصلية فاظن رح نشوف اربع مابات بالحزمة هاي ماب ننطلع منه الحجر تبع استافل تلج ماب يمكن يكون بأطلنتس ماب ننطلع منه حجر لستافل هوا يكون بشي مكان اثري وماب ننطلع منه حجر لستافل كهربا نجمح للأستافات كلها بعدين الماب الاخير نروح ضد دكتور مونتي اللي هو الماب الاخير اللي رح ينهي منك قصة الايثر خلاص نجمع الاستفاد كلها الاستفاد الوحيدة هي القادة اللي فينا نقضي فيها على دكتور مونتي فثلاث مابات نجمع باقي الثلاث حجار عندنا حجر تبع الساف النار وما في الأخير نقاتل دكتور مونتي يفوزنا أو نفوز عليه ما نعرف شو يصير وتنتهي قصة الإيثر بشكل كامل والجزء الجاي راح يكون كامل قصة الفوضى واضح ان الشركة خلاص طيب يتنهي قصة الإيثر صلى عشر سنين فالقصة رهيبة بس لو ضلوا يمطوا فيها راح تخرب في كتير مسلسلات خلاص نقول مسلسل The Walking Dead بالنسبة لي بلش بداية رهيبة والحين من كتر المط اللي فيه صراحة بطلت أشوفها رجعت أشوفها من يومين بصلي سنتين قاطة عليه فشركة ما بدهم انه قصتهم الرهيبة يضلوا يمطوا فيها وتخرب بدهم ينهوها بنهاية خرافية فالنهاية اللي شايفة شي جدا جدا رهيب فايه أربع مابات وينهو قصة الإيثر طيب هاي صار عنا من مابات باقي عنا حسب التسريب سبع مابات هاي سبع مابات أظن بعد ما انهو قصة الإيثر ينزلوا لنا حزمة سادسة ريماسترد لمابات الزومبي يلي ما شفناها خلاص انه خلصوا من قصة الإيثر هاي آخر مابات ريماسترد من قصة الإيثر وخلاص على الجزء الجاي كله لقصة الفوضى فهنشوف عنا بهالحزمة مابات ريماسترد مابات رانزيت ريماسترد داي رايس و بيريد هدول أربع مابات ومعهم نيوك تاون خمسة فبضل عنا مابات صراحة حاولت أفكر بمابات ما جاء شي عبالي فما أدري شو المابين للزيادة انه حسب المابات اللي طلعوا معي 13 ماب فايه باقي مابين ما أدري شو صراحة رح يجيبوا شو المابين الأخيرين فأظن مستقبل بلاك واتس فور زومبي رح يكون شكله جدا جدا رهيب بس الزومبي حاليا ميت من تسويق الشركة من نظام الفاكشن اللي ما عم يجينا الاشياء اللي دخلين نلعب زومبي بشكل يومي ما عم تجينا أظن هاد نظام تسويق من اكتيبيجين حاليا بدهم يدرشوا كل شي ببلاش بدهم ينافسوا فورتنات ينافسوا ببجي بيعرفوا لعبين الزومبي رح يرجعوا رح يرجعوا رح يرجعوا لو شو ما صار فيهم فأظن هم متوقعين انه حاليا خلنا نحط مابات قصة الفوضى آخر ماب رحكون رهيب يخلي الناس يهتموا بالقصة عشان بلاك وابس فايب أو الجزء القادم للشركة وبعدين بنهاية السيزن يرشونا رش مابات لقصة الايثر مابات ريماسترد وينهوا قصة الايثر ويكون بهذاك الوقت ينشروا قدر المستطاعة الزومبي عم نشوف دعيات زومبي خرافية نفس اول لانه الحزمات الجاي هاي رح تجيب لهم الفلوس هلا بلاك وابس باس ما فينك اشتري الحزمة مستقلة البلاك وابس باس ديد اوف دي نيت ما فينك اشتري ديد اوف دي نيت الحالة بيجيك مع بلاك وابس باس فمو مهتمين بالتصويق لانه يعرفوا اللي شرى بلاك وابس باس اشتراه خلاص فالفلوس اريدي عندهم ياه بس الحزمة الخامسة والسادسة اللي هي تكميلة قصة الايثر ومابات ريماسترد اللي هي باقي المابات ترانزيت دايرايس وبيرد وغيرها رح يسوقون لهم شكل جدا خرافي فاضن ايه الزومبي بلاك وابس فورد مو بألفين وطمون مو بألفين وتساطاش بنهاية الفين وانساطاش رح يبدع له تكميلة لقصة الايثر طبعا هالكلام كله دخل له موخي ومقتنع فيه بس هذا اللي قاعد يسرب الاشياء قاعد يقول انه الحزمة الجاي هي نيوك تاون زومبي فهذا الشي خرب كل اذكاري ما ادري صراحة ممكن يحطوني ماب نيوك تاون زومبي بعدين الماب بين البعيين لقصة الفوضى ماب نيوك تاون زومبي يحمسنا على قصة الايثر بعدين خلاص نشوف قصة الايثر بلاك وابس باس اللي هو بعد قصة الفوضى ما ادري اتمنى تشاركونا بالكوميت اعرائكم فايش شباب حلف دليوم اتمنى اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تنمو الفيديو بزر اللايك مين خرب عليه الفيديو وتشاركونا بالكومنت شو ارائكم واضح انه مستقبل الزومبي جدا خرافي بس مو الحين نهاية السنة او الحين لقصة الفوضى بس لقصة الايثر ونشوف التكملة من بعد بلود اوف ذا ديد وكلاسفايد واضح انه راح تكون بنهاية السنة او ممكن من نيوك تاون زومبي هيجي الحزمة الجاي نشوف نيوك تاون زومبي نشوف اشياء مهمة صارت بعدين نرجع نكمل احداث بنهاية السنة مع الحزمة الخامسة والسادسة فايش بس كان معكم شركيا بشركيا كيش كم بديها التاني ان شاء الله مع السلام